اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتلكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وفي هذا البرنامج نحاول أن نفتح يعني قنوات التواصل معكم مستمعين لاستقبال رأيكم اختراحاتكم وملاحظاتكم كل ما من شأنه يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام وخدمات هيئة الصحة بدبي بشكل خاص فأسعد الأوقات نتمناها لكم معنا اليوم معنا في التنسيق ميرا الإغفلي وفي الإخراج أمنوا يانا الدكتورة في الإخراج رحام وجه جديد منور معنا في اليوم الأحد اللي حبك الأحد حياة الله يرحام نورتينا والله اليوم في الاستوديو رحام منور ما دري أنت أقول رحام روشت حياة الله وصبحت الله بالخير دكتورة ناد الملة صباح كله من نور والسرور صباحكم الله بالخير والنور في يوم الأحد اللي حبك الأحد أول يوم في الأسبوع نتخرب طاقة إيجابية إن شاء الله نكون ارتحنا في الويكن وجددنا نشاطنا ونستعد لأسبوع جميل إن شاء الله بذكركم برقامة تواصل 600-55-14-14 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على كونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستجرام DHA underscore دبي طبعا هاي قنوات تواصل مثل ما قالوا أخي محمود ملاحظاتكم أراءكم شكركم حابين تشكرون أي حد تقدموا ملاحظة لتحسين قطاع الصحي في دبي وفي هيئة الصحة نحن حاضرين وبقلوب مفتوحة نستقبل كل شيء من صوبكم أيضا يعني أتمنى أنكم أنتم تتابعون اللايف معنا عشان شوي بس نتخلص من هذه اللي أنت دافعت اللومبيزات على السوشال ميدي محمود مقتنى يدافع الناس السوشال ميدي عشان تمدح البرشة مثلا إحنا يعني اللايف طريقة جميلة عشان ما يعني إذاعة نفسها أسلوب رسمي ولكن اللايف يعني يكسر شوي حجز الروتين يكون فيه نقاش حتى الأسئلة المحمود توصلنا عن طريق اللايف ويت ثري موضوع البرنامج جميل اليوم أن نبتدي معاكم بهذه الدراسة اللي تقول هل يمكن للأطفال منح الحياة لمرضى القلب توصل الدراسة الطبية حديثة إلى أن الحبل السري يمكن الاستفادة منه بعد الولادة بدلا من رميه في سلة المهملات إذ يمكن استخدامه في تحسين حياة المرضى المصابين بفشل القلب وبحث يعني بحسب الباحثين يمكن استخلاص خلايا جدعية من الحبل السري للمولود وحقنها في المرضى المصابين بفشل قلبي اجتملت الدراسة على ثلاثين مريض تتراوح عمارهما بين ثمنتاش وخمس وسبعين عام وكانوا يعني يعالجون من الفشل القلبي حيث تم حقنهم وريديا بخلايا جدعية من الحبل السري لموليد جدد ومراقبتهم لمدة سنة وقد لاحظ الباحثون تحسنا في وظائف القلب لدى هؤلاء المرضى وتبدلات إيجابية في حياتهم اليومية واستعادت القدرة على القيام ببعض المهام مثل قيادة السيارة إضافة إلى عدم وجود آثار جانبية للعلاج يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور فرناندو فيغويرا الأستاذ بكلية الطب بجامعة أندز بشلسي لقد لاحظنا تحسنا واضحا في جودة حياة هؤلاء المرضى وقد كتب لنا أحد المرضى ويعمل طبيبا رسالة طريفة يشرح لنا فيها كيف شعر بالطاقة تدب في جسده من جديد عيبات شعي تدب تدب وكيف استعادت بشرته لونها الطبيعي وأنه تمكن من العودة إلى عمله جرى نشر نتائج الدراسة في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي في مجالة أبحاث الدورة الدموية التي تصدرها الرابطة الأمريكية لصحة القلب دراسة مثيرة للاهتمام ومحمود أعتقد المساوين الدراسة ما عندهم خلفية نحن عندنا أصلا بنك كامل لدم الحبل السر هم عندهم دم قبلنا دكتورة الله هديتش لا يمكن الدولة التي تسوي فيها الدراسة لا لا هو يتكلم عن الناس اللي لا يحتفظون في هذا الموضوع الدكتورة بدل المستشفيات تتعقل الموضوع هذا في الزبالة الحبل السري في الزبالة لا هذه ممكن تساعم في علاج اللي عندهم أمراض القلب هذه الفكرة من الدراسة وممكن نحن نتبرع فيها بعض الناس اللي ما يقدرون أو مبحابين أنهم يعني يحتفظون فيه حتى يتبرعون فيه لأن يا جماعة لازم نعرف أن الحين المستقبل مثل ما كنا نقول في حلقة سابقة للخلايا الجذعية يعني الوجه الطب بشكل عام رح يتغير من استخدام الأدوية التقليدية والجراحات التقليدية وزراعة الأعضاء التقليدية إلى زراعة الخلايا الجذعية إلا تعطيك أول شيء تعطيك خلايا جديدة أعضاء جديدة ما مثل ما نقول إحنا ما مر عليها الدهر يعني ما في عضو تم استهلاكه من قبل فيعطي طفرة في عالم الطب فهذه رسالة لجميع الأمهات والأبهات أن الخلايا الجذعية حتى أنقاض لنا إحنا يعني في العائلة إذا أنت تتفظتي بدم حبل سري لواحد من الأطفال فحتى لا سمحنا صمار حديا للسكر هذا في الفشل القلوي القلبي في حتى فشل القلوي ممكن تتم تزراعة الخلايا الجذعية فنحتفظ فيه للمستقبل أنه لا يعرف الصحة صحتها وين سايرها أو شو ممكن تسوي ثورات في عالم الخلايا الجذعية يقول توجيه الشكر والتقدير والاحترام إلى صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد وإلى هيئة الصحة والعاملين فيها وإذاعة نور دبي شكرا لكم شكرا صبحكم الله بالخير ما اشتكتولي والله يعني ما عرفت انت منو أخاف الحين تقولون ما نختم لا لا بعدنا أنا كانت هنا فالذيقين esta مبارحة لماذا؟ مبارحة بصف حتى ما الفرق fonctionne بين الحبل السرّي والخلايا الجذعية؟ سؤال مهم محمود انحنا نخذو من الحبل السرّي الحبل السرّي وبعد بش protesters kel 9 خلايا الموجودة في الحبل السرّي هي الخلايا الجذعية ما يعنى خلايا جذعية؟ خلايا ابتداية يعني أصل الخلايا أصل الأعضاء عبارة عن خلايا جذعية تنقسم بعدين وتتحول إلى أعضاء أو خلايا ثانية مثلا ممكن خلايا تتحول إلى عضو أو ممكن خلايا تتحول إلى خلايا منتجة لمادة معينة مثلا إنتاج الإنسولين إنتاج هرمون معين فهذا معناه الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية صارت عليها درسات من سنوات أن استخدامها للناس اللي عندهم فشل في أعضاء معينة ليش؟ لأنه طبعا أحين لو حد لا سمح الله عنده فشل كلوي يضطر أنه يترى حد يموت عشان يأخذ منه الكلية أو أنه يلاقي متبرع حي وطبعا متبرع على قيد الحي يكون شوي صعب لأن الشخص يأخذون منه العضو يضطر يفقد واحد من أعضاءه ولكن الخلالة الجذعية ما تضطر أنه في حي توفى أو تلاقي حد يعني يكون على قيد الحي وتأخذ عنه لا أنت تزرع الخلال الجذعية هذه وتوجهها كيفية تنقسامها عشان تعوض لك العضو اللي أنت مفقود عندك فمثل ما قلناها طفرة في عالم الطب يلا عقبال ما نبتدي عملية للسنساخ وكل سنسخون الشخصية مثلت يعني أو ندى الملة الثانية هذا أعتقد حلم لمو حلم أنا يلا أعتقد حلم بعض من الناس أنه ممكن يتم السنساخ يعني بس أنا ما أعتقد محمد للسنساخ شي جميل أنا ما 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 حسه شي جميل ليش؟ حلو الاختلاف أنا أعتقد أنه زين وأعتقد أنه جيد أن الواحد ممكن حينه ما بس سنسخ شخص كآملي يمكن سبحان الله جدام لكن السنسخ عضو ها سنسخ عضو نعم ممكن مخ يديد آه عقل جديد بس ممكن السنسخ في هذا المستوى ممكن صح والله هالأشي كنا نشوفه رسوم تحركها والأفلام في الأفلام الصحيح ممكن فيه دراسات قاعدة تعطي هذه المؤشرات أننا نحن متوجهين هذا التوجه عموماً نحن نعيش هذا الأسبوع يعني أسبوع تقني العرس التقني في إمارة دبي اللي هو أسبوع جايتكس ألفين وسبعة عشر بعد الفاصل ما نتعرف على بعض التفاصيل عن مشاركة هيئة الصحة بدبي عبر آآ آآ هذا الأسبوع لكن قبل لا نطلع أرحاب خلينا ناخذ وليد صباح الورد يا وليد السلام عليكم السلام تفضل أخوي الله يسلمك حبيتك أسأل الدكتورة بس تفضل تفضل آآ عندي أنا آآ عندي إشكال في الغضروف في ظهري الغضروف أوكي يعني ديسك آآ وتابعت مع بعض العيادات هنا آآ في بعض العيادات آآ يعني في واحدة من العيادات اخترحت إنه آآ نعمل آآ خلايا جزعية آآ فحبيت أعرف إنه شو مدى النجاة حق الشغلة هذي وكيف يعني إذا في أي محاذير أو في أي شيء آآ بكذا هم بيأخذون خلايا من منطقة البطن وبعضين بيحطوها مكان مكان الفقرات مكان مكان الغضروف اللي هو متآكل أو اللي مش موجود إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله أخي وليد من جاو بعد الفاصل وليد شكرا لك فاصل وراجع إن شاء الله صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا دكتورة قبل الفاصل كان معنا الأخ وليد يسأل عن الخلايا الجذعية هي زراعتها عشان الغضروف طبعا أنجح أنواع زراعة الخلايا الجذعية أخي وليد تكون لما تكون الخلايا الجذعية مخوذة من الإنسان نفسه مثل ما أنت شرحت أنه بيأخذوه من البطن وبيزرعونك إياها لأن نسبة رفض الجسم لها تكون وايد وايد قليلة ولكن أنا بس أنصحك أنه أنت تشوف سوي بحثك على المركز أو المستشفى اللي بيسوي لك إياه كم عملية سواها قبل كم نسبة النجاح شو كانت الشكاوي بشكل عام من هذه لأن مثلا إحنا نعرف هذه زراعة الخلايا الجذعية للحين ممارسة بشكل عام ومم بأي مكان يقول لك أنا بسوي زراعة خلايا الجذعية معناه قادر فأسأل كم حالة شو الشكاوي إذا تقدر توصل لحد من المرضى إلا تجربها من قبل يكون وايد زين وألف سلام عليك طبعا أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسالة النصية على 4-006 ولايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على انستجرام DHI underscore دبي طبعا ضمن العرس التقني الذي تعيشه هذه الأيام إمارة دبي هيئة الصحة في دبي تشارك في جايتكس 2017 تحت شعار صحتكم مستقبلنا فالهيئة تشارك بحزمة من التطبيقات والمشاريع الذكية خلال هذا الأسبوع المتميز أسبوع جايتكس للمعلومات اللي يستمر يعني أو تستمر فعاليات اللي بدأت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي إلين 12 من الشهر أكتوبر الجاري أحمد تكلم عن مشاركة هيئة الصحة بشكل عام في هذا المحفل التقني وأيضا من ركز في حديثنا على واحد من المشاريع الرئيسية اللي تشارك بها هيئة الصحة في دبي من خلال هذا المحرض اللي هو مشروع سلامة معانا في الستوديو لأستاذ قاسم أبو حنطش مدير مكتب المشاريع بهية الصحة بدبي ومدير مشروع سلامة صباحك الله بالخير أخي قاسم بسم الله الرحمن الرحيم صباحك الله بالخير أخي محمود صباحك ورد ونورت الستوديو معانا أستاذ قاسم اللي تعطينا فكرة عامة عن مشاركة هيئة الصحة في دبي في جاي تيكس وشو أهميتها المشاركة؟ جاي تيكس هو المعرض السنوي اللي قام لجميع الابتكارات الذكية والخدمات الإلكترونية في مكان واحد في مظلة وحدة وشارك هيئة الصحة دائما بآخر تقنيات اللي قامت فيها تحت مظلة حكومة دبي الذكية وتقوم الهيئة بدأ عرض جميع التطبيقات والإنجازات الجديدة لزوارها والمرتدينها ممتاز شو أبرز التطبيقات والمشاريع اللي بتشارك في هيئة الصحة خلال جاي تيكس؟ نحن إن شاء الله هيئة الصحة بتقدم تطبيقات مختلفة منها تطبيق دمي لمركز التبرد بالدام نعم مشروع سلام طبعا مشروع سالم وهو مشروع اللياقة الطبية وفحص اللياقة الطبية أيضا تطبيق السياحة العلاجية ممتاز وراح يكون في بوابة الشكاوى الطبية أيضا بالإضافة إلى عدد تطبيقات مختلفة منها تطبيق طفلي وصحتي وحياتي والمزاد الإلكتروني بالإضافة أيضا لتطبيق المزاد الذكي وأيضا يوجد نظام جديد تم إطلاق مؤخر وهو نظام مالي بلا أوراق يعني الهيئة تهدف من هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الإمكانيات والقدرة التنافسية للقطاع الصحي في إمارة دبي والتأكيد على الدور وريادة دبي كوجهة مثالية للسياحة الصحية إذا نصح التعبير فهناك مثل ما ذكرت سيقاسم العديد من هذه التطبيقات يعني قد يكون قد تكون يعني التطبيق التبرع بالدم وتطبيق المزاد الذكي من المشاريع الجديدة وأيضا سالم كذلك هو من المشاريع الرائدة والجديدة والتي سوف تساهم في تسهيل وتخليص الإجراءات بشكل سريع بالنسبة لي اللياقة الطبية أيضا مشروع سلامة هو يعني المشروع الاستراتيجي لهيئة الصحة في دبي نحن نتكلم عن هذا المشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد تعطينا في البداية نحن شد تكلمنا عنه وايد لكن مع ذلك يمكن حد من المستمعين ما يتذكر شو هو المشروع ولا شو هو سلامة خلنا نعطي نبدة سريعة عن مشروع سلامة الملف الإلكتروني الموحد مشروع سلامة تم أطلاقه بحضور صاحب السوم الشيخ حمدان في فبراير 2016 المشروع أحدث نقلة نوعية من الانتقال من الملف الورقي إلى الملف الإلكتروني وهناك عدة محاور سيخدم المشروع فيها من ناحية المريض والعاملين في هيئة الصحة من الكادر الطبي وغير الطبي ويقوم الملف الإلكتروني بجمع جميع معلومات المريض تحت مظلة وحده بحيث يمكن الوصول إليها من أي منشأة من منشأة الهيئة وفي المستقبل إن شاء الله بمكانه يمد هذا الملف إلى أننا نقدم الملف لخارج الهيئة أيضا ممتاز لو ممكن أستاذ قاسم بس نشرح للمتعامل ووجهة نظر المتعامل شو أهمية ملف سلامة أو تطبيق نظام الطبي الإلكتروني لي كمتعامل؟ كالمريض يسهم في تخفيف فترة الإقامة في المستشفيات أيضا توفير الوقت والجهد والمال على المريض نفسه أو على المراجعين تسريع التواصل بين الطبيب والمريض أو المراجع والطبيب أيضا علاج المريض وتقليل نسبة تكاليف بإذن الله صحيح مراحل تنفيذ هذا المشروع اللي مثل ما ذكرت بدأنا في تطبيقه الآن وين وصلنا في أي مرحلة وشو اللي بقلنا من هذا المشروع؟ نحن الحمد لله في 2017 وتقريبا على الوقت قبل الوقت قمنا بإطلاق المشروع في شهر 4-2017 في مستشفى راشد وفي عيادة الأمراض الجردية وعيادة المطار هذا في إبريل 2017 هذه المرحلة الأولى كانت من إطلاق المشروع بعدين كملنا المرحلة الثانية في مستشفى دبي وعيادات الصحة الأولية وإن شاء الله بإذن الله راح تكون المرحلة الأخيرة من المشروع بتكملة جميع مرافق الهيئة الباقية وهي مستشفى لطيفة ومستشفى حتى ومراكز نخصصية مثل ثلسيمية ومراكز الباقي إن شاء الله طيب هنا في شخص يسأل الدكتورة يقول زوجي سوى عملية الخلايا الجدعية للركبة بس ما استفاد والله هذا العشان شيكي نقول للمتصل وليد إنه يسأل كم نسبة نجاح العملية لو ممكن يتواصل مع حد من المرضى للطبقة لأنه ممكن المركز يعرف يزرع الخلايا الجدعية بطريقة صحيحة ويستفيد منها المريض وتكلف وايد محمود جميل نرجع للموضوع سلامة سيد قاسم الآن الملف الإلكتروني الموحد هذا بياخذ مع المريض وين ما يروح يعني داخل مرافق الهيئة داخل مرافق الهيئة ولكن إذا حب مثلا يتعالج خارج الدولة أو في مكان برع الدولة في القطاع الخاص هل ممكن أنه ياخذ هذا الملف معه مستقبلا مش في الفترة هذه يعني حاليا أنا عرف أنه أنتم تطبقونه على مستوى الهيئة ولكن ممكن أنه يستفيد منه ويعرض التاريخ الطبي ما لا على القطاع الخاص نظام سلامة والحمد لله يعني حدود ما لا حدود بالناحية ملف الطبي حتى نحن نعمل الآن إن شاء الله مع إنهاء المشروع في شهر 11 على إنه يمكن التوصول لهذا الملف وقراءة الملف عن طريق الابليكيشن نفسه من الخارج داخل الدولة وخارجي الهيئة وهذا نحن إن شاء الله رح يكون في مستقبل خاصيها موجودة وهي متوفرة لك نحن نعمل على إطلاقها في الوقت انطباعات الدكاتر أنا وغي عرشو رايكم من توفي هذا المشروع محنين صعب عليكم الشغل لا بالعكس ومن اليوم الأول انطلاق ملف سلامة لاحظنا فيه تغيير كبير في طريقة يعني مروء يعني وجود المريض في العيادة الروسس نفسه كامل الالية كاملة يعني ما فيه ملف نتريه هذا أكبر مشكلة كانت واجهنا إن نتريه ملف لما يوصل رقم اثنين من المرض يدخل يقول لي أنا زرت الدكتور فلاني في اليوم فلاني أفتح النوتس كاملة وأقراها بكل بساطة تحالي للأشعة كلها موجودة محمود في مكان واحد حتى إن أنا أعطي أوردر أو طلب للسستر للممرضة في غرفة العلاج صار وايد أسأل بدل ما أنا أكتب وأوقع بخط اليات ومارات السستر ما تقدر تقرأ الخط كلها أوتوماتيكيا وغير هذا السلامة يعطيني فرصة إن أنا أسوي إعادة جدوى للطلبات الموجودة أسوي قائمة الخيارات المفضلة لي فبسهولة أقدر أوصل للطلبات اللي دائما أطلبها للمرضى واحد منها من الأشياء موضوع خط اليات أنتم ما شاء الله يوم تكتبون شيء تشن سماسين من تيمعين على الورقة بس أول حرف وبعدين نسحب الخط كامل يقرون أنا أحين كلهم في صوب الصيدلي نفسه شي قال يقرأ هذا اللي أنا مو مستوعبنه كيف يقدر يقرأ الخط نحن عطاري الصيدلة بنتكلم بعد الفاصل إن شاء الله على تطبيق جديد إن شاء الله بيكون معانا الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة في دبي بيعطينا تفاصيل أكثر عن الصيدلية الدكية ولكن قبل ما نختم مع الأستاذ قاسم في عندك كلمة تبغي تقولها أنا أحب أأكد معما إطلاق مشروع سلامة ووجود التأمين الصحي في هيئة الصحة في دبي نحن نطلب من جميع المراجعين أن يتعاونوا يطولون بالهم شوي الإضافة إلى الوثائق المستندات المطلوبة لازم هوية الإماراتية يجب أن يوجودها لمرة واحد أظن البطاقة الصحية البطاقة الصحية لا هوية الإماراتية دائما دائما عشان يتلقى الخدمة لا بس عشان التسجيل مرة وحدة تسجيل مرة وحدة لكن لازم استخدامها في جميع الزيارات بعدين البطاقة الصحية للمريض بالإضافة إلى كرت التأمين أو بطاقة تأمين إن وجدت هذه أحد ضروريات للحصول على الحد جميع وأنا أشكركم على استضافتكم شكرا لك أستاذ قاسم أبو حنطش مدير مكتب المشاريع في عيدة الصحة في دبي ومدير مشروع السلامة شكري لكم بعد الفاصل إن شاء الله مثل ما قلنا من استقبل دكتور علي السيد فاصل وراجعين سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي يتقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي من ثالث يسلم علينا ما يسلم ولا يسغدني يشتر لي من برعته ليش خير إن شاء الله شو صاير بعدين زين ما مشكلة طيب نحن وعدناكم قبل الفاصل ما استقبل معانا الدكتور علي سيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة في دبي دكتور إدارتكم طبعا من الإدارات السباقة في تطبيق الأنظمة الذكية وأتمتت خدماتها المختلفة لتعزيز توجه هيئة الصحة في دبي للتحول الذكي نحن نتكلم عن مشروع الصيدرية الذكية هذا المشروع اللي تعرضونه حاليا في جايتكس وأيضا تم تطبيق دكتورة ترا في هيئة الصحة في دبي فأبغي أتكلم أول شيء عن مشاركتكم في معرض جايتكس شو اللي عارضينا بالضبط وشو الجديد شكرا أخي محمود طبعا ودكتورة أجزاكم الله خياء على استضافة شكرا طبعا الهيئة استكملت موضوع السمارت فامس أو الصيدلة الذكية وصاعدتها خبر في الموضوع صادتها بالأكس صادتها من الدول الخليجية والهيئات الصحية الأخرى ممتاز فبدأت زيارات من الوفود من دول مختلفة للهيئة اللي يشوفون الصيدرية الذكية لكن نحن نتوجه إلى شيء ثاني نتوجه إلى مراحل الدواء مراحل انتقال الدواء من المصنع إلى العميل ففي عدة أجزاء طبعا تطبق فيها الموضوع الأول هو طبعا صادتها في القطاع المرضى الخارجيين زاعد طبعا مراحل الدواء أو التطبيق الذكي للمرضى الداخليين اللي هم الجزئيتين هذين طبعا إحنا قدنا بعد مرضى في العمليات والتخدير هناك هناك أيضا تعامل دكي مع الأدوية وطبعا يتيح للأطباء سهولة استخدام الأدوية والتنظيم وطبعا رقابة في الأشياء هاي زاعد عندنا طبعا اللي هي الأدوية اليوم كلها بيوليجيكلز وكلها حساسة صحي وغالية وذو علاجة يعني له تعالج فوجود طبعا الأدوية بدون أي مثلا تنظيم لتبريدها أو انتقالها من مكان لمكان أيضا هذه الصحة طبقت نظام ذكي في هذا الجزء في جزء نقل الأدوية أو اختخزينها أو استخدامها بحيث أن يكون سلسلة تبريد كاملة حافظت على صحة المرضى وحافظت على طبعا أو منعة الأخطاء الطبية بتطبيق أو تبني الباركود وهي طبعا تبني شيء عالمي هيئة الصحة سباقة في هذا المجال في دول المنطقة أو حتى الدول المجاورة بالإضافة إلى طبعا كل هذا طبعا هيئة الصحة وضعت بعض أو طبقت أو استعدثت بعض التطبيقات الذكية التي تخدم الأطباء والصيادة والممرضين والمرضى أيضا ممتاز دكتور علي ممكن تعطينا فكرة عن الصيدلية الذكية والمشروع مثل ما قلنا ابتدى من قبل جايتكس شو المنشآت اللي يعمل فيها شو الجديد اللي بتقدمون في الصيدلية الذكية في جايتكس ممتاز شكرا دكتور على السؤال هذا طبعا إحنا حقيقة الصحة بدت من في شهر يعني 12 سنة لفاتت وطبق في مستشفى راشد وطبعا نجاح نجاح يعني جيد وكان ليه طبعا تعثيه واضح في ثلاثة أشياء واحد رضى الأملاء وساعدتهم بحيث أنه ما يكون فيه انتظار زائد ما يكون فيه أخطاء طبية صحيح طبعا رضى العميل الداخلي اللي هو الصيادة والأطباء لأنه بدت تعطيهم وقت كافي أنهم يخدمون المرضى ويتعاملون معهم والشيء الثالث طبعا طبعا السيطرة على المخزون الطبي صحيح في الصيدلية نجاح المشروع هذا في مستشفى راشد كان هو طبعا بابتداء يعني اختبار المشروع نفسه فتم التوجه إلى مستشفى دبي والحمد لله ناجح في مستشفى دبي وإن شاء الله قبل نهاية العام نحن نتوجه إلى مستشفى راشد مارثاني الحوادث ويدي مستشفى لطيفة بداية السن القادم إن شاء الله ممتاز وبعدين الأيادات أو المراكز الصحية مراكز الباشا ومراكز ندي الحمار أنا كنت أسألك على المراكز الصحية يمكن دكتور شوية ما ندخل في بعض الأسئلة الخاصة بموضوعنا وبما أنك أنت بعد مدير الدات الصيدلة فأسئلة خارج الموضوع مع المشاركة جايتكس لا مانع أننا ممكن رد عليها على السريع يقول ليه في بعض أدوية مسموح تداولها في بلدان وبلدان أخرى غير مسموح إلا برشدة طبية من زين يعني ذكر اسم دوا يقول مسموح عندنا لكن أسمع أننا ممنوع في دوا الخليج اللي هو الليريكا الليريكا إلى توضع السؤال هذا السؤال الحساس هو كان طبعا من الأدوية الكونترول المسلسط التي عليها الكونترول صحيح ولش طبعا هناك مواد مخدرة شئ نعتبر هو من مخدرة هو كنمخدرة ومس سم يقوم أدماء أدماع أدماع فالحيان حاليا لكي أجاوب هذا السؤال هناك قرارة من من الوزير قليل خفف الفصار ثم دواقم مشاركة يكون مناسب بوصفها من الطبية يسمح للطبيب الأخصائي صرفه سابقاً كان لا صحيح طبعاً تختلف هاي من سياسة الدولة لدولة ثانية بس يعني في مثلاً بعض الأدوية مثلاً خلنا ناخذ بعض أنواع الخلطات في البندول أن في الدولة هني مثلاً ما فيه فيه كنترول عليها في حين توحل دول أوروبا شوية مفتوحة مثلاً أدوية تحترق على كدين احنا عدنا فيها كنترول لأنه مخدرات بس في مثلاً بريطانيا السياح لا شوية مسموح له في أمريكا السياح شوية أسعر فيختلف سياسة الدولة لدولة ثانية مما تقتضيها المصلحة العامة إذا كان شاهدنا طبعاً السلطات أو الجهات العليا إذا شافتنا والله فيه يعني طبعاً المصلحة العامة على الشيء أو مثلاً فيه إساءة استخدام أو هذا فطبعاً سوئنا عليكم هون لكن إذا شافتنا والله أن الجمهور أو المجتمع يعني عارف بالموضوع أو مثلاً مثلاً ما فيه أي خلل في استهلاك الدواء فطبعاً تم شوية التساهمة أكيد ودكتور علي بالنهاية طبعاً هي المصلحة العامة أنه حسن استخدام الدواء وتوجيه فقط أنه يتم استخدامه بالطريقة الصحيحة والغرض الصحيحة لا أحد يأخذ الدواء عليك كيف أكيد 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 هو الذي يدخل الأدوية هو يخزي الدواء هو يتعرف على الدواء بسبب الباركود هو اللي مثلاً يصرف الدواء أدنى الجهاز ما نحن طبعاً لو جاءت وصفة بالكمبيوتر بنظام سلامة تأتينا على الصيدلية طبعاً تأتينا على الصيدلية فقط يراجحها من ناحية الكلينيكية أو الفنية ويضغط بزر واحد على الكمبيوتر ويصل للجهاز يعطي تعليمات للجهاز الجهاز يبدأ يجهز الجهاز إذا كان طبعاً الدواء هو علب فيطلع على الجهاز وإذا كان الجهاز محتاج طبعاً الدواء يعبع في علبه يعني أدت أحبوب أو هذا فالجهاز يقوم يحسب الحبوب اللي محتاجينها ويعبيها له فيطلع من الجهازين هذا الشيء واحد هذا الجهاز هو يميز بين أنواع الأدوية الشيء الثاني الجهاز طبعاً هو ليس اتناعشة منفذ ففي نفس الوقت في دقيقة واحدة يصرف اتناعشة وصفة ممكن يطلع لأكثر اتناعشة منفذ بسحن الصريرية حجمها يعني يتتحمل اتناعشة منفذ وفي منفذ خاص لذوي الهمم يعني لا يوقعهم في الدور الشيء الثاني أن الجهاز طبعاً يعني لا يستيع أنه يخزن الأدوية سريعة استخدام أو كثيرة استخدام في الأمام فما يأخذ المرضى ولقلية استخدام ويجحة للخلف إذا كان تغير الوضع فيعدل في هذا فالجهاز هو يعبي هو يصرف هو يتأكد من الأدوية فكل هاي الأشياء يتخلي الجهاز ذكي وتسهل عمل الصيادلة طبعاً هو اللي يدخل الأدوية هو يخزن فما في أي يعني مشقة على الصيادلة إنه مثلاً استخدام أدوية أو إدخال الأدوية هو اللي يحافظ على المخزون ففي الآخر أنت تطلع منظومة صحية ما فيها أخطاء طبية في صرف الوصفة سريعة التوصيل للمرضى بلون أي انتظار ثالث شيء إنه في مخزون طبي متقامل طبعاً دكتور نأخذ مداخلة من أبو حمد يبغي يداخل على الموضوع نفسه تفضل يا أبو حمد بزاكم الله خير أخم حمود إياك الله بيكم طال أمرك بشي ملاهظة أتمنى يعني من الزائرات طحة والهيئات الطبية ومن ضمنها الدواء الطبية اليوم طال أمرك بالنسبة الأشياء اللي مش واضحة في الدواء والأخصر تشوفها بيعني روشدة طويلة متر وكلام صغير وصغير لا يراء يعني نتمنى بس ثلاث أشياء يعني تكون بخط واضح ممتاز اللي هي طال أمرك الانتهاء والها وثاني موالع الاستعمال ومحاضيره يعني القسل الأثار الجانبية الأثار الجانبية يعني هذه لابد تكون بسيطة للشخص البسيط واضحة للشخص اللي يقدر يشوفها صحيح هايز اني يعني اذلان ممخل الطبيب المريض ما يخبر الطبيب انه عنده كلا وهذا الدواء ممكن يسبب يعني لا سمع الله للكلا وللكابدة وغيره موحنات الرشدات الطويلة حتى لو يوضع الشكر واضح انت اطرق لموضوعه جدا مهم يعني ما ادري انا بالنسبة لهذا اللي فيه مجال الأخ مخطر تفضل اللي هي طال أمرك الأجوية اللي فيها محاضير استعمال يعني تصرف بوصفات يعني محظورة يعني الأب والأم قد لا يرى هذه الأشياء لكن لو كانت يعني يشراع قانون يعني ان هذا الدواء مثلا يسبب كده بصورة واضحة بهذا لو ان كان عندي او شيء او يعني ياخذ الأب والأم حذرا في الوقت المناسب ممتاز شكرا لك شكرا لك ابو حمد دكتور ابو حمد طرق يعني السؤال كان كان سريع جدا مهم لكن فيه أكثر من جانب من هذا السؤال الجانب الأول أن وضوح التعليمات على الدواء الثاني أن المحاذير اللي ممكن تمنع استخدام هذا الدواء ثلاثة دكتور وشغلة الأهم يعني أنا شوف مدى قدرة الصيدلي على شرح هذه المسألة ل العميل نفسه طبعا الموضع الأول له المحاذية طبعا هاي من أشياء الأساسية التي توضع طبعا أي شيء من المحاذية يجب على الصيدلي أن يكتبها على فهو في نظام سلام المفوض موجود تكتب فيه النظام وبعدين شيء ثاني إذا مثلا إذا دي أي آثاء أو أسباب معينة محاذية زاعد أن يجب على الصيدلي أن يشرح على المريض هذا شيء واحد طبعا وجود الجهاز الذكي هذا يعطي للصيدلي مجال أنه يحتك بالمريض أكثر صحيح بداية التجربة هذه أبدال ما يسير ويبدوه وشتده ويوصل لعنده صحيح لديه مجال أنه يشرح له ممتاز طبعا نشوف بعد فيه جزئية ثانية يمكن أن أضيف له خصوصية الشرح إذا يجب أن يكون هناك مثلا كيوبكس أو هذا بحيث أن يكون خصوصية لكل شخص ممتاز لأن خصوصية الشرح وخصوصية التعليمات تعطي المريض المجال أنه يشرح مثلا يمكن أحيانا واحد مثلا والله يريد يتكئيس على السؤال بس يستحي مثلا صحيح أو مثلا واحدة أو هذا فالخصوصية تكون لها بعد مجال فيه طبعا هنا تم تقسيم المرضى يعني فيه مريض يقول لك أنا لا أريد أنا فاهم كل شيء باخر فيه واحد يقول لك لا أنا محتاج أنك تعلم صحيح فهنا بعد تم تقسيمهم لكن طبعا الملاحقة أو المداخلة هذه مهمة جدا وإحنا إن شاء الله نأخذ فيها بالاعتبار وهذا دكتور بعد هناك جزء كبير على المتعامل أو على المريض يلازم أنك أنت إذا شيء مبواضح بالنسبة لك تسألها هذا واحد هو تطرق لمسأة أنه ممكن يكون فيه عنده كلا أو كذا وما خبر الدكتور هذا غلط يا جماعة الخير صحيح الدكتور يجب أن يعرف كل التفاصيل الخاصة بمرضك صح ولا صحيح محمودو هذا المميز في نظام سلامة أنا من أوصف دوء لمريض عنده مشكلة من قبل على طول يطلع لي تحذير إن هذا المريض عنده هذه المشكلة بالتالي هذا الدواء لا يناسبة وإنت حتى لو تريد تتجاوز التحذير يقولك شو السبب ليش تريد تتجاوز هذا فلا سمح لو استوى أي شيء في المريض من استخدام الدواء يكون مكتوب أنا النوت مالتي فمهم جدا يا جماعة أن أشرح للطبيب كل المشاكل الصحية حتى لو كانت قديمة محمود فينان سيقولك أنا كان عندي مشكلة في الكيلة قبل 20 سنة فلا في داعي أذكرها الحين لازم تذكرها للطبيب كل المشاكل الصحية ونضيفها عندنا أنزين في سؤال خارج الموضوع بعد دكتور عن الأدوية يقول ما شاء الله وايد جولو سرينة ليش مش متوفر في جميع العيادات وفي أماكن معينة أنزين وصار فقط متوفر القواطي القواطي الكبيرة الغرش مع مم توفرة ومع العلم أننا كنا نشتري في مستشفة راشد وحاليا قالوا لنا ما يصرفو لنا إياه ووقفوا هالشي وياريت تشرحو لنا السبب شرحوا لهم دكتور جولو سرينة هو من مواد التغذية وليست مواد الأدوية فأعتقد إدارة التغذية بتجاوبهم أحسن من عندنا ممتاز لكن طبعاً هناك بدائل دكتوريا هناك بدائل هناك بدائل لكن هناك إنشور لكن أكيد يمكن أنا لا أستطيع جاوب نيابة عنهم لكن أكيد هناك سبب يمكن الشركة مثلاً غيرت الأبوة صحيح يمكن صعب الحصول على هذا لكن في أكيد سبب معين لكن أعتقد إدارة التغذية هم الأفضل في إجابة على هذا السؤال بما أنكم مهتمون بالتطور الطبي لاختراح أن يتم عمل تحاليل لكل المواطنين تبين مدى حساسيتهم لتركيبات بعض أنواع الأدوية نحن عندنا أعتقد مع التأمين الصحي الآن هناك يعني بنت بتجديد التأمين أن يجب أن تكون هناك فحوصات شاملة لكل شخص بيجددوله التأمين حساسية الأدوية محمود لا نسويها لجميع المرضى لأنها مكلفة أولاً ثاني شيء حساسية الدواء أفضل شخص يقول لك يا المريض يقولك أنا خذت الدواء فلاني وصار لي راكشن أو ردة الفعل المعينة فهاي بعض من نقاط المهمة يحن نذكرها هناك ناس يقولك صار عندي رد فعل تحسين قبل سنة فموفدة أذكرها مرة ثانية أذكرها للطبيب أنحطها عندنا عشان حاصل المصف لك الدواء والأدوية يعني مشكلها يسوي حساسية صحيح يعني أنت عندك تتكلم عن بعض الأدوية مثل السلفر مثل البنسلين البنسلين لكن الأدوية عموماً يعني أوكي ممكن يعني فيه شيء اسمه أخي محمود فيه شيء اسمه side effects أو شيء اسمه صحيح هذه الشيء أصلاً أنت ما متوقع يعني ممكن يحدث لأي واحد صحيح فهذه دائماً مشعدنا يعني في كل العالم تجمع وتم وضع يعني مثلاً يعني حطوهم مثلاً فيها يعني روبورتات وهذا وعدد المرضى ليصيبهم هذا وبعدين تبدأ يعني البحث عنها يعني هنا الأشياء طبعاً إنها استوي حساسية لكل دورة صعبة طيح بس إحنا ما دخلنا في الموضوع الـ Inpatient ماذا يتحبون تكون نحي لأن أبغي أرجع عصلاً أتكلم عن هذا الموضوع الدكتور على السرية في أقل من ثلاثين ثاني وأيضاً أبغي بعد أتكلمني الدكتور عن تقنية تبريد الأدوية هذه تقنية بعد فكرة عامة تعطينا عنها وهميتها بالنسبة للدوار طبعاً خي محمود أنت تعرف أن outpatient أو المرضى الخارجين واضح تشوف ما فيه انتظامة في هذه صح المرضى الداخليين هم نايمين داخل صحيح وما يبين عند الناس لكن يبين للمين للدكاتة والممرضات ومهمة لعلاج المرضى لأن مثلاً أنت اليوم لما يكتب الطبيب الدواء معين ينزل للصدرية يتأخى مثلاً ساعة أو ساعتين الطبيب يبغي يعطي نفس الوقت أو في خلال نص ساعة دواء ممت متواجد فوجود التطبيق الذكي اللي هم طبعاً الأومنسل اللي هو الأجهزة في الأقسام ووجود الأدوية في القسم المرضى تأخذ بحيث أنه لا يكون فيه أي أخطاع طبية هذه حلت مشكلة الطبيب والمرضى والمريض في القسم إذا قتلوا الطبيب بأي دواء معين ممكن تأخذه خلال نفس الوقت فيه خلال أقل من خمس دقائق ويأخذ المرض هذا معناته أن نطبق نطبيق تطبيق ذكي للمرضى الخارجيين وتطبيق ذكي للمرضى الداخلين وهنا أصبح مستشفى متكامل ذكي وهو مستشفى راشد أول مستشفى في المنطقة جميلة هذا إعلان مهم أن مستشفى راشد أول مستشفى في المنطقة مستشفى ذكي هذا الجزء الأول الجزء الثاني نحن نتكلم عشان فيه أقل من بعد ثواني اللي هي تبريد سلسلة تبريد هي عبارة عن نحن اليوم نتكلم سابقا كان فيه بس التطعيمات تحتاجها للتبريد اليوم عدنا بريولوجيكالز قيمة الأدوية غالية صحيح ويدة بمئات الألوف فهذه تحتاج إلى سلسلة تبريد طبعا هاي بريولوجيكالز تتأثر بالجو تتأثر بالرطوبة فإذا كان أنت ما عندك ضبط لهذا الشيء في نقلها طبعا تأتي من المصنع في نقلها من المصنع إلى المستودع إلى المستشفى إلى المريضة للعيادة فإذا كان ما عندك ضبط وما عارف أنت كيف تضبط التبريد ومعناتها ممكن يكون فيه خلل في العلاج الطبيب شخص صح على الشخص صح يستخدم دواء صحيح لكن الدواء تعرف يعني كل الطبيب يعني في الآخر يعتبر على الطبيب صحيح أن ما تفهم شيء صحيح في حين أنه مشخص صح ومعالج صح فالسلسلة هذه طبعا هنا أدنى أجهزة ذكية ممكن التحكم من غرفة التحكم في كل الهيئة وتتحكم فيها وتعطيك الانذار سواء على الموبايل أو على الكمبيوتر إنه والله في مكان عندك خلل أو في شيء مخلل عندك لنجم الصلحة وتلحق الدواء معك دكتور وايد أسألة عندنا لكن ما شاء الله وقت البرنامج مشه بسرعة وفي أسألة من الجمهور وفي اتصالات ما قدرنا نأخذ يعني سمحونا جماعة الخير حاولنا قدر الإمكان أن نعطيكم أكبر فرصة لكن إن شاء الله الدكتور عليسي دائما متعاون معنا نحن نحاول نصدفها مستقبلاً ما نتكلم في تفاصيل أخرى لأن إدارة متميزة جداً بخدماتها وأيضاً تنطلق إلى المستقبل بشكل سريع فكل الشكر لدكتور عليسي د مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وموفقين شكراً أخي محمول شكراً لك دكتور عليسي حياة الصحة إن شاء الله متوجهة إلى الأفضل في الإدارة الدوائية إن شاء الله دكتور ندا شكراً لك شكراً لكم باتر أنت بتكونين مع المستمعين بروحك إن شاء الله أنا عاد أطالع في رحلة عمل إن شاء الله برجعلكم يوم الأثنين القادم أسبوع كامل مباتر إيه إيه يعني بعد أسبوع إن شاء الله دربك فضر محمود فضر شكراً لك دكتورة شكراً لك يا رحاب رحاب مرشد مخرجاتنا اليوم كل الشكر حق منسقاتنا أميرا لغفر لي ما قصرتي أميرا و في الختام هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر